وللمتابعة ينضم إلينا من عمان ألواء فايز أدويري المحلل العسكري والاستراتيجي ستلع هل المنطقة العربية في حاجة إلى هذا الكم من الأسلحة؟ لا هناك مبالغة وتضخيم وهذا أمر معضل تاريخية يعني إذا ذهبنا إلى ليبيا أيام العقيد الزعيم القذافي وحتى من السبعينات والثمانينات كان يعقد صفقات أسلحة كبيرة وكانت توضع في القواعد العسكرية ويعلوها الصدى وتتلف ثم جاءت بعد ذلك منطقة بعد ارتفاع أسعار النفط كان هناك ارتفاع جنوني في صفقات السلاح على سبيل المثال ثمانينات القرن الماضي كانت هناك أكبر صفقة في التاريخ صفقة اليمامة ولم تكن هناك التهديدات قد ظهرت إلى العيان كانت هناك الحرب العراقية الإيرانية نعم ولكن لم يكن هناك احتلال العراق للكويت ولم يكن هناك ظهور حقيقي للتموح الإيراني للتمدد في المنطقة ولم يكن هناك الربيع العربي وإسقاطاته إذن هناك صفقات أسلحة تعقد بصورة أكبر من الحاج اللازمة ولكن المشكلة تكمن في ماذا لو قارننا بين مصر وإسرائيل أو بين السعودي وإسرائيل الجيش الإسرائيلي يتميز بعوامل قوة ما تسمى مضاعفات القوة أي التكامل القوة من حيث نوعية السلاح ومستوى التدريب وعلى منظومة القيادة والسيطرة والحرب الألكترونية وإضافة إلى ذلك القدرة التصنيعية يعني إسرائيل الآن دبابات الرئيسية دبابات القتال الرئيسي بمير كافا واحد واثنين وثلاث تصنيع إسرائيلي نعم القبة الحديدة هي التصنيع إسرائيلي صواريخ حيث تصنيع إسرائيلي فيما الدول العربية هي دول مستوردة وليست مصنعة ولكن سيد الواء إذا كان العدو إسرائيل فعلى الدول العربية أيضا أن تستعد فلماذا تحدثت في البداية على أن هناك مبالغة لا دعني أقول أنه قبل ظهور بوادر الصراع الحقيقي تاريخيا كانت حرب الثلاثة السبعين هي آخر حرب عربي مع إسرائيل وبالتالي لم تلحد هناك فرصة لشن حرب لماذا خرجت مصر بعد كام ديفيد من معادرة الصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي ماذا بقي بقي الأردن وسوريا وكلاهما مجتمعين لا يستطيعان شن حرب على إسرائيل ثم تورط الجيش العراقي الذي يعتبر العمق الاستراتيجي للجبهة الشرقية في حرب الثمان سنوات ولكن إذا تحدثنا على آخر خمس سنوات وما يحدث في سوريا هناك تدخل تركي هناك ما يحدث في اليمن من تدخل إيراني هل هذه التطورات تستدعي هذا الكم أيضا من الأسلحة؟ دعني أقول يعني في آخر خمس سنوات كان هناك ارتفاع جنوني في صفقات السلاح تحديدا في عام 2017 يعني لنقل من 2013-2014 تحديدا حتى الآن هناك ارتفاع جنوني وهناك قد تكون مبررات مقنعة الآن التمدد الإيراني وظهور النوايا الإيرانية وحديثها عن السيطرة على القرار في أربعة عواصم والاعتمادها على أذرع أذرعها في المنطقة سيطرتها على القرار نعم على الأقل جزئيا في لبنان السيطرة الميدانية والسياسية في سوريا في العراق في اليمن وبالتالي بدأ هناك نوع من بداية الصراع غير المباشر ما بين السعودية والإمارات من جانب وما بين إيران فازدادت الصفقات وفي آخر زيارة لترامب نتحدث عن 110 مليار آني فيما هناك 360 مليار شكرا سيادة اللواء فايز أدويري المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان شكرا